السلام عليكم أصدقائي التلاميذ والتلميذات مرحبا بكم بكم بروف عبدو كيف العادة أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة في هذا الفيديو سأجبكم على سؤالين التي تكون لابقوا له وماذا بصحة تم تأجيل امتحان الوطني والجياوي مهم امتحانات الأشياء في المغرب بصفة عامة لكي تعرفوا الجواب لايك وكومنتر كملوا هذا الفيديو تلخل أعلموا بكثير من التعليق يوصلوني في القناة يقولون وماذا بصحة أخويا تم تأجيل امتحان الوطني والجياوي ماذا سبب تأجيل مواقع التواصل الاجتماعي لقيت صفحاتك يقولون بأنه تم تأجيل امتحان الجياوي والوطني إلى شهر سبعة يعني هم يمشون مع الدراسة لأنه تمديد الموصم الدراسي إلى شهر سبعة لأنه شرحت لكم وقد تلقوا الفيديوهات في القناة لكي يشرحوا هذا الشيء بالدتائر حيث بالصحة هذا الشيء ممنوع حيث لا يوجد تأجيل الامتحان الجياوي والوطني حاليا ولم يظهر أنه سيكون الناس قربوا لهم الدراسة والدراسة 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 ما يتأجلون سيكون تدارون قبل تاريخ اليوم هو الامتحان الإقليمي للسادس وكذلك الامتحان الجياوي للتالتة إعداده لماذا؟ لأنه نهار ستة وسبعة قالوا سيكون هذه الامتحانات حين أنه نهار ثمانية والتسعيات سيكون عيد الأطحى لأنه سيكون عيد الأطحى لأنه سيكون عيد الأطحى سيكون عيد الأطحى يمكن أن يقربوا هذه الامتحانات التسعة والسادس يقربوهم الواحد أو الجوش وشهر سبعة هذا غير اجتياد مني الوزارة ستخرج لكم ستكرب لكم التواريخ هذه الامتحانات والامتحان الجاوي وكذلك الست ابتدائي حين أن الامتحان الجاوي والامتحان الوطني نزل باكالوريارا والتوكيد لا يوجد شيء تعجيل وأي شيء أخرج سأضع لكم في القناة بمصادر وبلغاتها إذا أخذتها تفضل فيديو لا أكتر لكم أعرف أنني أكتر لكم قليلاً في الفيديو تغير صبروا معنا سوف نراكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله